مرحبا أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي واليوم الموضوع رح يكون حساس وهو يوم المثليين يوم المثليين هو يوم خاص لهم يجتمعون بالشوارع ويرتدون ملابسهم الملونة والناس يرقصون ويرفعون العلم وهذا الاحتفال صار يجذب العوائل والناس كلها لكن هذول الناس شون صار عندهم يوم خاص بهم؟ شلون وصلوا لهذه الدرجة وتم الاعتراف بهم قانونيا؟ وأكيد ليش من الممكن انت تنسجن اذا حتشيت اي شي ضدهم؟ لح تعمل يوتيوب ما يزعل من عندنا ويحضر هذا الفيديو او يتم مسحه ويتم مسح فناتي هذا الفيديو ما يحضر على الكراهية هو عبارة عن معلومات تم جمعها من الانترنت بالتحديد جوجل ما احرض على الكراهية ولا على اي شي ثاني راهميني؟ يلا نبلش المثليين موجودين من العصور القديمة وتم ايجاد ادلة على وجودهم بثقافات مختلفة مثل مصر القديمة، اليونان، روما، صين والهند بس حركة حقوق الانسان بالضبط بدأت بولايات المتحدة الامريكية بالتحديد نيويورك اكيد امريكا لازم تكون موجودة بما انه هي اساس كل المصايب بالتحديد سنة 1960 بقرية غرينش نيويورك هذه القرية بدأت تجذب مختلف الناس بعد الحرب العالمية الاولى والثانية السود والبيض والمهاجرين والمثليين وبسبب هذا الاختلاف المثليين حسوا بالارتياح بقرية غرينش وقرروا لاستقرار وبناء مجتمع خاص بهم ومساندة بعضهم لكن نظرة الناس لهم من القرون الوسطى تختلف عن الوقت الحالي تم اعتبارهم مرضى عقليين قانونيا من قبل الجمعية الامريكية للطب النفسي يعني تم اعتبارهم منحرفين مريضين نفسيا وعقليا يعني باختصار هما السايكو مستواهم مثل مستوقات المتسلسل واهم شي كان يوجد قانون يمنعهم انهم يلبسون ملابس الجنس الثاني مثلا الرجال يلبسون ملابس النساء والعكس وممنوع تلمس شخص ثاني يعني بنات اثنين يمسكون ايد بعض او رجال اثنين او حتى يشربون مع بعض واذا شكوا بيهم انهم مثليين راح يتم القرار قبض عليهم ورح يتم اعتبارهم مجرمين لكن هذا القانون كان يحتوي على الثغرة اتن ممنوع تتصرف تصرفات المثليين لكن مسموح لك انه انت تكون مثلي وتعرف عن نفسك بان انت مثلي وتجتمع مع مثليين اخرين وبنهاية الخمسينات المثليين بكاليفورنيا حسوا انهم مظلومين وانشأوا اول منظمة لحقوق المثليين بالعالم واسم الجمعية او المنظمة هي ماتاتشين وبدأوا يخططون لمظاهرات بطريقة سلمية ويطالبون بالاعتراف بوجودهم ويمارسون حياتهم مثل الاشخاص العاديين ويعتقدون انهم يستحقون ان يتم سماعهم لان بمجرد ان انت يتم تعريفك كمثلي والناس تعرف ان انت مثلي فما رح تعمل باي مكان واكيد ممنوع يتم تجنيدك بالجيش يعني لا جيش ولا اي عمل ثاني والناس رح تتبرأ منك رح يحاولون انهم يبتعدون عنك ولهذا السبب حاولوا انهم يتمردون هذه المرة وبمنتصف الستينيات قرروا دخول الاماكن العامة اللي كانت محظورة على المثليين مثل البارات بس بوقتها البارات كانت تحتوي على الافتات if you're gay go away يعني اذا كنت مثلي ابتعد من هنا لكن مع ذلك المثليين قرروا انهم يدخلون هذه البارات ويجلسون كاي شخص عادي ويطلبون المشروبات لكن بمجرد ان النادل يعرف انهم مثليين وينتبه عليهم رح يمتنع عن خدمتهم ورح يصير مشاكل بينهم وبين النادل ورح يضطرون يتصلون على الشرطة للامسك بالمثليين والمثليين رح يتصلون على الصحفيين لحتى يتم تصويرهم اثناء القبض عليهم وبهذا الشكل رح تنعرف الحركة او المظاهرات السلمية اللي كانوا يعملوها وفعلا اشتهرت صورة من هذا البار لما النادل مسك الكأس ومنعهم من الشرب واعتبروا موضوع سخيف ان المثلية مو ممنوعة لكن تصرفات المثليين هي الممنوعة وهم جالسين باحترامهم فليش تم طردهم وما تم احترامهم بس بعض البارات لما يعرفون ان المثليين متوجهين الى باراتهم رح يعملون هذا الفيلم وهذه المظاهرة السلمية يضطرون انهم يغلقون البار بهذا اليوم لحتى يمنعون المثليين من الدخول فحسوا طريقة الاحتجاج السلمي ما ينفع ويردون شيء اقوى فبعض المثليين تركوا المنظمة وبدأوا يحتجون بالشارع بطريقتهم والشرطة القتل قبض عليهم وبهذه الاثناء ظهرت مافيا للمساعدة لان المافيات كان همهم الواحد هو الفلوس ما يهتمون بايشي ثاني والمافيا تكلمت مع اقوى العوائل بنيويورك واخذوا مبنى هذا المبنى كان نادي ليلي بس احترق وتم اغلاقه وصار مهجور المافيا اخذته وصبوه وسموه ستون وولين هذا البار رح يلعب دور مهم بقضية المثليين تم تحويل هذا النادي الى نادي خاص سري بالمثليين النادي كان قذر لان اصلا مقانوني وتم رشوة الشرطة والحكومة للقبول بهذا النادي فلهذا السبب المياه كانت مقطوعة من المبنى فالمافيا اخذت حوض استحمام ملوه بالمياه وبدأوا يستخدموه لغسل الكؤوس بالنسبة للكحول اللي كانوا يشربوها بهذا النادي او البار كانت مخففة بالمياه العصابة او المافيا كانوا يخففوها ويعطوها للمثليين والمثليين فرحانيين والمكان كان بدون تهوية لان اصلا المكان كان محترق وتم الصباخته هو محترق فاكيد لا تهوية ولا رائحة بس حرفيا استمتعوا بهذا الشي وبهذا المكان والشرطة اكيد حاولوا اغلاقها بكل الطرق وبدأوا يبحثون عن اي سبب لحتى يغلقوه او يلقون القبض عليهم وبيوم من الايام الشرطة قررت عمل كبس عليهم اصطفوا بصف واحد واخرجوا هوياتهم وبدأوا يقارنوهم بين هوياتهم وشكل هذا الشخص هل هو عامل نفسه شخص ثاني او هو فعلا نفس شكله بالهوية بس الشي المقرف اللي انتوا راح تستغربون منا واني استغربت منا شخصيا الضابط المسؤول جبرهم انهم يخلعون ملابسهم التحتية وبدأ يقارن الهوية معاهم هل انت ذكر اثبت لي هل انت انثى اثبتي لي اعتقد الضابط مشكوخ بأمره صراحة ما حبيت ليش يسوي هذا الشي حتى لو بغض النظر عن الشي اللي يعملوه او انه هما شينو اصلا بس انه انت تشوف جسم شخص اخر لازم تراجع نفسك البار تم اغلاقه بهذه الليلة والكل رجع لبيته طبيعي باليوم التالي المافيا فتحة البار مرة ثانية وبتاريخ 28 يونيو سنة 1969 بنيونيورك بعض افراد الشرطة تخفوا ودخلوا بار المثليين وبهذه الليلة اللي هي الليلة المهمة بتاريخ المثليين وتم اعتباره يوم المثليين الشرطة قرروا مداهمة البار وحبسهم بداخل البار يعني حرفين كبسة وياخذون هوياتهم ويتأكدون من الكل ومرة ثانية تم فحص هوياتهم واجسادهم واشكالهم وتم اخراج بعض الاشخاص اللي اعمارهم فوق 18 سنة واشكالهم تكون طبيعية لكن الاشخاص المتبقين اللي اشكالهم كانت مطبيعية وكانوا تحت السن القانوني تم حجزهم بداخل النادي بداخل خزانة الاشخاص اللي يخرجوا انتظروا الاشخاص المحتجزين بالداخل اتوقعوا ان الشرطة من الممكن تضربهم يعملون شيء بسيط معهم يحققون معهم وبعدها انتهي الموضوع راح يصفقوا لهم لكن ما توقعوا ان هذه الليلة راح تتحول لليلة ثانية تماما الشرطة اخذت وحده من الموجودين بداخل هذا البار الى سيارة الشرطة لكن هذه الامرأة مسكتت وضربت الشرطة الشرطة ما تحمل وبدأ بضربها على وجهه لكن الناس او المثليين اللي كانوا يشاهدون هذا الشي حسنوا انه هذه الليلة لازم تكون ليلة فاصلة بالنسبة انه احنا لازم نعمل شيء لازم ندافع عن حقوقنا وبدأوا يضربون الشرطة بالحجارة والعملات النقدية والموضوع بدأوا يتطور اكثر واكثر وبدأوا يدمرون كل شيء كان حواليا البار الشرطة خافت وهددوهم بالسلاح والبنادق انه احنا نمتلك بنادق ورح نطلق النار عليكم لكن فجأة صار حريق بداخل البار وما حد يعرف من اللي يسبب هذا الحريق المثليين استمروا بضرب الشرطة بالحجارة وكل شيء موجود على الارض فاتصلوا على القوات الخاصة والقوات الخاصة وصلت وبدأوا يضربون الناس بالهروات وغاز مسيل الدموع والمثليين كانوا يردون بصباح اليوم التالي انتهى الموضوع وخلاص رجعوا لمنازلهم لكن الشرطة ما لست اللي صار وجمعوا مئة ضابط شرطة حاولوا إلقاء القبض على كل شخص كان موجود بالبار أو أي شخص مثلي وبسبب هذا الشي صارت اشتباكات بينهم وبين الشرطة والشرطة اعتقلت العشرات منهم الشرطة توقعت ان المثليين راح يسكتون خلاص انتهى الموضوع ما متخيلين ان هما راح يخرجون بمظاهرات ومسيرة عبارة عن الفين شخص هذه المظاهرة نجحت والكل عرف بيها باقي المدن حسوا انه يا احنا هم نقدر نسوي هذا الشي خرجوا وظهروا وطالبوا بحريتهم وحقوقهم يا يا ترنت تخيلوا انه بهذا الوقت كان موضوع ترنت اعتقد يعرفون من الصحف يا ترنت الكل يظهر يلا نظهر ياي وهنا تغير كل شيء والمثليين صاروا صريحين اكثر وبدأوا يطالبون بحقوقهم وصار 28 يونيو هو يومهم الخاص وبسبب هذا البار بدأت تظهر بارات ثانية بالعالم مثلا انجلترا لندن كندا وباقي الدول وبسنة 1973 الجمعية الامريكية للطب لغة المثليين من قائمة الامراض العقلية وبسنة 1978 تم تصميم عالم المثليين من قبل المصمم جيري هاربست لكن هذا الشي ما غير نظرة الناس للمثليين والجرائم صارت بازدياد اتجاههم بالتسعينيات انتشر مرض الادز بكل مكان الالاف من الاشخاص انصابوا بهذا المرض وما كانوا يعرفون العلاج واغلبهم كانوا يموتون فلهذا السبب بدأوا يفكرون ان الادز كان قادم من المثليين بالتحديد العلاقة بين الرجال بالاضافة بدأوا يفكرون انه هذا المرض هو وباء معدي يعني راح ينتقل بالتنفس بالنمس عن طريق اي شي راح يكون موجود بالهواء وبسبب هذا الشي الناس بدأوا يكرهون المثليين اكثر من قبل لما شخص يموت بسبب الادز عوائلهم راح يظنون انه هذا الشخص مثلي فراح يتبرؤون منه وما يتم استلام جسده من المستشفى المستشفيات بهذا الوقت انملئت باجساد الاشخاص المصابين بالادز لان عوائلهم ما كانوا يستلموهم فلهذا السبب بدأوا يفكرون اين راح يتمدفنهم لان حرفية المكان عندهم اي مكان يتمدفن المصابين بالادز المثليين فاضطروا انهما يدفنوهم بجزيرة وهذه الجزيرة اسمها جزيرة هارت تكلمت عنها بفيديو سابق توابيتهم كانت مبطنة بالرصاص وتمدفنهم بعمق جدا كبير على هذه الجزيرة وتمدفن الاف الاشخاص عليها الناس بدأت تكرههم اكثر واكثر وكانوا يعتقدون انهما السبب بانتشار كل الامراض المنتشرة بوقتهم وبالمستقبل اكيد بدأوا يفكرون انهما ما يستحقون الحياة ولازم يموتون فلهذا السبب انتشرت الجرائم اتجاههم والشرطة كانوا يخافون يحققون بجرائم مثليين بما انهما مثليين بالاضافة يعتقدون انه كل المثليين مصابين بالإيدز فما يحققون باي جريمة اذا شافوا مثلي ميت رح يغلقون التحقيق على انه هو قتل نفسه او حادث ما رح يحاولون يعرفون من هو القاتل وهذا اللي صار بانجلترا سنة 1993 شخص باسم كولين قرر يصير قاتل متسلسل لان كان يحب القاتل المتسلسلين وكانت حياته اصلا متدمرة وكان يعرف ان الشرطة مستحيلة تحقق بهذه القضايا ورح يفلت منها وبدأ يزور نادي ليلي للمثليين بلندن باسم كولهرن كولين كان يختار اهدافه من هذا البار يستهدف شخص يأخذه الى منزله يقتله وبعدها يرجع الى منزله الشرطة تفتح تحقيق يتصلون على عوائلهم العائلة ما يعرفون ان ابنهم مثلي فيطلبون من الشرطة يغلقون التحقيق لان يحسون بالعار ان ابنهم مثلي وتم قتله احسن مات خلص انهي التحقيق ولهذا السبب بكل مرة كان يتم اغلاق التحقيق لكن بالمرأة الخامسة لما قتل الشخص الخامس تم القبض عليه وغيرها من القضايا مثل الاطباء المزيفين اللي يكونون ما متخرجين من اي كلية وما لهم دخل بالطب لكن يروجون لنفسهم على انهما متخصصين بالتحويل من ذكر لانثى ومن انثى لذكر وبسبب هذه العمليات اكثر من 600 شخص شوه تماما وبنهاية التسعينيات حقوق الانسان تحركت وتم ناس قوانيا تدعم المثليين وتحميهم وبسنة 1996 لغو القانون اللي يمنع المثليين من الخدمة العسكرية وبسنة 2003 بالمملكة المتحدة تم اصدار اول قانون يحمي المثليين من الكراهية ويجرم اي شخص يؤذيهم او يحرض على الكراهية ويتم سجنه لمدة سبع سنوات وبسنة 2015 تم السماح بزواج المثليين بكل انحاء امريكا واكبر داعم للمثليين ببدايتهم هما شركة سوني بسنة 2013 وشركة نتفليكس بسنة 2016 لما تم السيطرة عليهم من قبل شركة بلاك روك كان مؤسسها مثلي ويدعم المثلية واجبرهم يركزون على قضية المثليين هذه الشركة كانت وما زالت مسيطرة على اقتصاد العالم وعلى العديد من الشركات وجبرت اغلب الشركات انهم يدعمون المثلية ويصنعون اشياء تخص المثليين لدعمهم ولهذا السبب بالوقت الحالي نشوف اغلب البراندات اذا مو كلها يدعمون المثليين حتى البراندات الخاصة بالاطفال رح تشوفون بعض منتجاتهم الخاصة بهم تحتوي على رمز المثلية وهم اطفال رضع الموضوع مخيف بالوقت الحالي قاعد يصير مظاهرات وهتافات انهم قادمين للاطفال وراح يتم التأثير عليهم وباغلب الدول الاوروبية يتنطرح هذه الافكار بالمدارس وخاصة بالمدارس الابتدائية وتعليمهم انهم ممكن يكونون بجسد شخص اخر ممكن جسدك يكون ذكر لكن انت من داخلك انثى والاسوأ هم الاشخاص اللي يظهرون ويقولون انه احنا اطفال احنا خس احنا طماطم احنا كلاب حرفياً يصنفون نفسهم على انهما شي ثاني مثل شخص يعيش مع زوجته اللي هي فجأة صارت طفلة وهذا هو نوع من ال ال جي بي تي ورجل صار طفلة ياه مو طفل ويعيش على هذا الاساس على ان هو طفلة بس الغريب بهذا الوقت تعرفون شو اللي قاعد يصير قاعد يصير مظاهرات ضد المثليين بامريكا الناس خلص ملت من الوضع لان الشخص العادي المستقيم صار ايوو لا انت غريب والشخص المعادي المثلي هو الصح فلهذا السبب الناس ملت حسوا انه اكوا مبالغة بالموضوع اين حقوقنا حقوقنا خلاص انتهت وحقوقهم هي اللي موجودة بالوقت الحالي ومستحيل اي شخص يتكلم عليهم بس اتوكي اذا تكلموا عنه وصرنا متخلفين شي غريب فلهذا السبب مظاهرات بدت تطلع لكن هذه المظاهرات ميتم نشرها على التلفزيون لان اغلب القنوات هي داعمة للقضية احس ان هذا الكلام بالنهاية راح يأثر على قناتي اوكي يوتيوب لازم نتكلم صراحة يعني يوتيوب ما ينطينا حرية مصوري يلا شوفكم بي فيديو يجعي انشاء الله باي موسيقى موسيقى